نبتدي بقى نتقارب الأرايب والكلام البنت ما تحكيش حاجة لأمها وكذلك الزوج ما يروحش المامتو لما أخذها ويغل صدرها وإلا شوف بتعمل أو بتخالي لا هو هينسى ومامتو مش ماتنش من بعضها بالزبط وبعدين ممكن حتى يستلحوا وبعد كده بقى إيه برضو الأمهات وكلام مين ده وحتى لو أمه أمرته أنه هو مثلا هي مش قبلها ولا تجوز على غير رضاها أنه يطلق ده لا هي طاعتها بلا حدود يعني لا ملهاش إنها تأمره يعني في واحد راح لسيدنا ابن حنبل فبيقول له أنا أمي بتقول لي طلقي قال له لا ما لا يجوز فقال له الله سيدنا عمر قال لابنه قال له أبو كان عمر سبحانه الله مش قوي كده يعني فبقول لحضرتك تبقى البيوت فيه أسرار كده مكتومة كده البيوت مقفولة على محبة الحتة الطلبات الزيادة سواء أنت متجوزة أو شايفة حدود إمكانيات زوجك مثلا يعني في الظروف اللي إحنا عايشينها كده ما تثقلش عليه وهي وهو كذلك ما يبقاش بخيل لأن البخل ده طبعا يعني برضو صعب شوية في طبع الزوج كانت إيماني قالت الست ممكن تبقى بخيلة تخيالي عشان تبقى حريصة في بيتها متحافظ على ماله لكن هو لو كان بخيل دي مزمة بصراحة يعني ما يبخلش على بيته سبحان الله ده انفاقه حتى على بيته ده يعني فيه مكرومة ليه حاجات كتيرة الحقيقة الواحد لما بيقعد يشوفها ويشوف حتى فيه بعد الأدارية كتاب سبحان الله بقيت قاعدة سبحان الله مش مصدقة على إن إزاي الأولياء كانوا مبتلين بزوجاتهم يعني لما نسمع مثل سبحان الله الله مصلي على سيدنا محمد سيد أحمد رفاعي ده طبعا كلنا معروفين ده صاحب الطريقة الرفاعية وقضب كبير جدا يقول لها كانت زوجته يعني لسانها طويل جدا وبعدين سبحان الله كان أحد الناس اللي هما سبحان الله تلمزته كان شاف له رؤية إنه سبحان الله في مقعد صدق فيعني اتبسط قوي فلما راح يشوفه لأمراته ضربة بفتاعة التنور ده تخيالي الأفراء انتعرف الفرن كده بيبقى لدرجة إنه يعني هدومه سودت من سبحان الله من آه وهو ساكت كده سبحان الله وبتسبه وبتشتمه فهو إدائي جدا فرح قال له أصحابه لأ إيه الست دي هي مهراء إيه نرجع فلم فعلا مهراء كان نقوم سميت ديرها مفتيكر أو حاجة كده ورح حتها على صنية كده ورح لمولانا سيد أحمد الرفاعي قال له إيه ده قال له ده المهر بتاع الست بتاعتك الغليزة دي اللي بتشتمك دي عشان تتخلص منها قال له ما أنا صبري عليها هو اللي انت في المقعد اللي انت شفتها نحن لي مقعد صدق شفت إزاي